وزير الخارجية يؤكد التزامة الدولة المصرية بالعمل على حماية وتعزيز حقوق الإنسان وصول وفد من مشايخ وأعيان الجنوب الليبي إلى القاهرة للتباحث حول مصاري تسوية الأزمة الليبية منظمة الصحة العالمية تدعو الاجتماع لمناقشة استراتيجية مواجهة تحول كورونا الثانية ظهراً الثانية عشر بتوقيت نينتش موجز إخباري يأتيكم من القاهرة أهلاً بكم أكد سامح شكري وزير الخارجية ورئيس اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان التزامة الدولة المصرية بالعمل على حماية وتعزيز حقوق الإنسان جاء ذلك خلال لقائه بأعضاء الأمانة الفنية العليا دائمة لحقوق الإنسان وشدد شكري على أن حقوق الإنسان وبناء الإنسان يقعان على صلب الاستراتيجية التنوية للدولة منوهاً إلى أن الجهود التي تبدلها الأجهزة الوطنية في هذا الإطار إنما تعكس اقتناعاً وطنياً داتياً وراسخاً وقال شكري أن مسيرة التطوير الشامل التي يقودها الرئيس عبد الفتاح السيسي تمضي بثبات إلى الأمام وفق رؤية متكاملة تراعي حقوق الإنسان بمعناها الواسع والشامل وتخاطب احتياجات وتطلعات المواطن المصري قبل أي شيء بدأ اليوم استقبال نواب البرلمان الجدد وسط إجراءات احترازية لمواجهة كورونا وأوضح الأمين العام لمجلس النواب المستشار محمود فوزي لأكسرا نيوز أنه يتم مراعاة جميع الإجراءات الاحترازية خلال استقبال النواب الجدد مشيراً إلى أنه يتم استقبالهم على مدار أكثر من يوم لتحقيق أكبر قدر من التباعد الاجتماعي ومنعاً للتزاحم وصل إلى مطار القاهرة أكثر من 75 شخصية يمثلون وفداً من شيوخ وأعيان ونخب الجنوب الليبي في زيارة تستغرق ثلاثة أيام يتم فيها عقد عدد من الاجتماعات وسيتم خلال الاجتماع دراسة طلبات الجنوب الليبي والعمل على دفع الحياة السياسية في الداخل الليبي كما يهدف الاجتماع لدعم الاستقرار في ليبيا والحفاظ على وحدة وسلامة أراضيها والعمل على نبذ التدخلات الخارجية التي تحاول أن تنال من استقرار ليبيا هذا وتؤكد مصر أنها تقف على مسافة واحدة من جميع الأطراف الليبية وأن مقدرات ليبيا لأبنائها كما أنها ستعمل من خلال هذه الاجتماعات على وضع تفاهمات وحلول للأزمة الليبية وأنها ستقوم بتقديم كافة أنواع الدعم للجنوب الليبي على المستويات السياسية والتنموية والخدمية أعلنت الحكومة السودانية أنه إثر إقرار الكونغرس الأمريكي قانون الحصانة السيادية فإن السودان سيصبح دولة مكتملة الحصانة ضد أي قضايا مستقبلية يمكن أن ترفع ضده بمجب قانون الإرهاب ونقلت وكالة أنباء السودان بيانا لوزارة العدل السودانية أكدت خلاله أن السودان ملتزم بالظهور أمام المحاكم الأمريكية والدفاع عن نفسه في القضايا القائمة حاليا لإثبات عدم علاقته بأحداث الأحد عشر من سبتمبر وبراءته من هذه الاتهامات أكد أنور جرجاش وزير الدولة الإماراتية للشؤون الخارجية أن الإعلام القطري مصمم على تقويض أي اتفاق للمصالحة في الخليج وقال جرجاش في حسابه بموقع تويتر إن الأجواء السياسية والاجتماعية في الخليج العربي تتطلع إلى إنهاء أزمة قطر وتبحث عن الوسيلة الأمثل لضمان التزام الدوحة بأي اتفاق يحمل في ثنياء الخير للمنطقة أعلنت منظمة الصحة العالمية أنها ستعقد اجتماعا للدول الأعضاء لمناقشة استراتيجيات مواجهة سلالة جديدة من فيروس كورونا المستجد والتي ظهرت في بريطانيا وقال المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية هانز كلوك إن الأحد أو إن الحد من السفر لاحتواء انتشار السلالة الجديدة أمر حكيم حتى يتم الحصول على المعلومات أفضل داعيا إلى زيادة الإجراءات الوقائية وحضرت المنظمة من القلق الشديد بشأن تحور الفيروس قائلة إنه جزء طبيعي من تطور البواباء وأشدت بريطانيا لاكتشاف هذا التحور كانت منظمة الصحة العالمية قد قررت في بيان قولها إنه لا توجد معلومات كافية حتى الآن لتحديد ما إذا كان التحور الجديد للفيروس يمكن أن يؤثر على فاعلية اللقاح مؤكدة أن البحث مستمر أعلن مختبر بايونتاك الألماني الذي طور مع شركة فايزر الأمريكية أول لقاح ضد كورونا تم ترخيصه في العالم أعلن أنه قادر على توفير لقاح جديد خلال ستة أسابيع في حال تحور الفيروس كما حصل في بريطانيا وشركتها فايزر وموديرنا هما أبرز شركتين تسويقان للقاحات مضادة للفيروس إلا أن بريطانيا أعلنت منذ أيام اكتشاف سلالة جديدة من الفيروس أسرع انتشارا نهاية الموجز وفي النهاية نحيط عن المساعدة المشاهدين بأن تردد أكترا نيوز HD و12303 معدل الترميز 27500 معامل الاستقطاب أفقي شكرا لكم على حسن المتابعة